ليس أقل جرماً من قتل الناس سرقة قوتهم ليست وحدها الطائرات والمدافع من تدمر المدن بل بنادق منفلتة وعصابات على هيئة ميليشيات نظمت في الدولة فأنشأت دولها الخاصة وبدأت تسطو على كل شيء أمامها تحت غطاء لا قانون المكاتب الاقتصادية للميليشيات معول وخنجر آخر يدمي المحافظات المنكوبة فمن نجى من نيران داعش والعمليات العسكرية لن تخطئه الميليشيات ولا جباتها إتاوات وغرامات وجمع أموال باسم الأعمال كلها طرق تعتمدها الميليشيات التابعة لإيران لتمويل نفسها حتى بلغت نسبة الأرباح من المشاريع 20% فيما تفرض ميليشي العصائب وحزب الله والنجباء إتاوات على المقاولين في مدينة الموصل بذريعة حماية مشاريعهم أو السماح لهم بإكمالها مصادر محلية تتحدث عن فرض لواء 30 في ميليشي الحشد إتاوات على السلاع الداخلة للمدينة تصل إلى 300 دولار على الشاحنة ومن يأبى دفع الأموال تلاحقه التهمة الانتماء لداعش وهذا من عكس سلبا على الوضع الاقتصادي في المدينة المثقلة بآثار الحرب طرق عدة تعتمد عليها الميليشيات لإدامة التمويل أبرزها تجارة الأراضي حيث تحول الزراعية منها إلى السكنية وتباع وفقا لذلك بمساعدة موظفين متواطئين مع الميليشيات بالإضافة إلى عمليات تهريب النفط والحديد والأثار والممنوعات ومختلف البضائع من إيران إلى العراق ثم سوريا وفي الأوينة الأخيرة تصاعدت حملة الميليشيات لأخذ الإتاوات وفرض حصص في المشاريع الكبيرة بهدف تمويل نفسها قبيل الانتخابات لسيما أن القوى السياسية المسيطرة على المحافظات المنكوبة تتواطئ مع الميليشيات وتشترك معها في خطواتها لتضمن بقاءها المكاتب الاقتصادية تندرج ضمن ما يعرف بمشروع اقتصاد المقاومة الذي تعمل عليه إيران ويعتمد على تصدير الإنتاج المحلي الإيراني إلى العراق وسوريا ولبنان والتجارة غير الشرعية والتهريب عبر هذه الدول أيضا قانون غاب سمح للميليشيات بالتغول في العراق حتى باتت هي القوة الأكبر والأكثر تأثيرا ساعد على ذلك تدخلها في شتى مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية وحتى الخدمية ما يشي بنفق طويل من الفوضى لن يخرج منه العراق إلا باقتلاع الميليشيات والعملية السياسية الساندة لها